ما هي القيم والعبر الحقيقية لثورة الإمام الحسين هل كانت ثورة حقيقية تطالب بحقوق الإنسان أم مجرد صراعا من أجل الثروة والسلطة والسلطان ما الفرق بين الحسين المذهبي والحسين التاريخي كيف نفهم أحداثها بشكل موضوعي نحن أبناء القرن الحادي والعشرين أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين في هذه الحلقة سنتناول موضوع أحداث معركة كربلا التي يستذكرها ملايين المسلمين حاليا سأحاول في هذه الجولة السريعة أو المتوسطة السرعة تقديم وجهات نظر جديدة حول ما جرى فهل هي حادثة بمستوى ما نتصوره عنها ووفقا لما رسخ في ذاكرتنا ووعينا عنها طبعا هناك أدة آراء ستناول رأيين ليس لي ولكن سأختم في البداية سأقدم وجتي نظر جديدتين إلى حد بعيد حول ما جرى في تاريخنا في أهم واحدة من أخطر المعارك والأحداث التاريخية الخاصة بشعوبنا المسلمة أيضا راح تناول برأي كاتب يمني مش معروف وهو الكاتب الصديق حسين الوادعي وبالنهاية راح أقدم رأيي الخاص بالموضوع فكونوا معي أصدقائي العزاء السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته كما قلت في هذه الأيام نستذكر أحداث معركة كربلا التي جرت سنة 61 هجرية أي قبل نحو 14 قرنا سأحاول تقديم وجهات نظر جديدة حول هذا الموضوع قبل أن أقدم أو أعرض وجهات النظر هذه سلابد أن أورد ملاحظة مهمة وهي أنني أحترم مشاعر الناس ولا أطلب من أحد أن يتخلى عن إيمان المذهبي أو الإيمان الديني فهذه أمور تخص كل واحد منهم وليس لأحد من سلطة عليها لكن في الوقت نفسه على كل من هؤلاء الذين نحترم مشاعرهم أن يتذكر أنه لا سلطة لديه على أحد ونحن من بين هؤلاء فنحن كما يعرف كثيرون نعرض وجهات نظرنا التي نتجاوز فيها العاطفي إلى التاريخي إلى الفكري إلى المعرفي الذي يحاول أن يؤسس معرفة جديدة نستطيع من خلال هذا الانطلاق لحوة المستقبل بشكل موضوعي إن خرجنا عنه نرجو أن يقومنا الأصدقاء المشاركون في القناة أنا أعتبر كل الأصدقاء الذين في القناة ليسوا بمشتركين إنما مشاركين وهذا هو الهدف من هذه القناة بشكل كامل وعليه أنا أذكر هؤلاء الذين يأتون ويحاولون أن يؤيدون لنا ما نعرفه أو ما سمعناه أذكرهم بأنه لا سلطة لديهم علينا فمن حقنا أن نفعل ما نراه مناسبا في هذه الواحة الخاصة بدوي القلوب القوية إذا صحة تسمين هذه القلوب المفكرة المتمعنة التي لديها شجاعة التفكير والنظر بعيون مفتوحة وأقول واثقة من نفسها ومن قدرتها على فهم ما يجري بالتالي يهبوا هذا المكان غير ممنوع دخول غير المستعدين أو الذين لا يمتلكون قلوبا قوية لا أنصحهم بالدخول لهذه الواحة وبالتالي هو لا حق له أن يدخل هنا ويكتب تعليقا يسب فيه ويشتم هذا إحنا حذرناه مسبقا فقلنا له لا تدخل يا أخي فقد أعذر من أنظر أقول في مقال حسين الوادعي قال بأن الحسين ثار ضد إمبراطور كانت جيوشه على امتداد ثلاثة قارات وكانت هذا الإمبراطور يمتلك ما لا يحصى من الأتباع والجيوش عدد هائل من العساكر فكيف يأتي رجل لديه ثمانونة من المحاربين معظمهم من النساء والأطفال هذا أمر لا يعقل الرأي الأول نشر الصديق حسين الوادعي على صفحته في الفيسبوك وقال فيه بأن الحسين هو شخص ذهب بمعاية نحو ثمانين من أهل بيته من الرجال والنساء والأطفال ليحارب إمبراطور كان يمتلك أو يحكم دول من ممتدة على مساحة ثلاثة قارات واعتبر الوادعي بأن الحسين راد القفز على السلطة يحكمها هذا الإمبراطور واعتبر أيضا بأن كربلاء هي كانت نموذج بائس للطمع في السلطة اعتمادا على النرجسيات العزلاء والحسين كما يرى كان مقامرا في مشروع أكبر من إمكانياته وحتى من حياته العادية جدا والباذخة والملئة بعطايا بيت المال والنساء والجواري حياة رتيبة لم يستطع التاريخ تسجيل أي حدث مهم فيها إلا وفاته المتوقعة والمنطقية في مصارع بائسة بين الوهم والقوة حتى الرمز الذي يريدون تقديمه لمقتل الحسين هو رمز جنائزي دموي كما يرى الوادعي بين قوسين يقول مات الحسين ولأنه مات كما يبدو يجب أن تموتوا مثله انتقاما لدمه ولم يسئلوا أنفسهم يوما وما قيمة دمه وحياته وأي رمز لا يأتي منه غير دعوات الموت والمقابر يضيف الوادعي لو صدقنا المرويات حول كربلا والحسين فن الحسين وحسب المرويات كما قال الوادعي قسم هذه الحاكم الموضوع بأربعة اتجاهات أولا اتجاه الفقهي وبالمقياس الفقهي وبالمقياس السياسي وبالمقياس الإنساني وكذلك بالمقياس الديني في جميع هذه المقاييس الأربعة التي وضعها هو بنفسه قال أنه أخفق فيها الحسين أولا بالمقاييس الفقهية الإسلامية السنية أو الشعية الحسين هو شخص خارج على الحاكم ونال ما يستحقه وفقا لمقولة حتى المقولة التي تحجز بها أعداء الحسين بأنه قتل بشريعة جده أما بالمقاييس السياسية فقال في أنه كان رجل كهل سادج يعني كان عمره بستين أعتقد وعاجز عن قراءة علاقات القوة واستيعاب أن عواطف الأنصار وحدها لا تكفي لانتزاع السلطة من إمبراطور وصلت قواته لثلاث قارات أما بالمقاييس الإنسانية فهو شخص صاحب أفق ضيق يرى أن السلطة هي منحة وراثية في أبناء عائلة معينة بسبب قرابتهم للرسول وهو لديه رؤية كهنوتية تؤله الحاكم وتعبده طبعا هاي بالإشارة يقول بأنه حكام أو الخلفاء الأمويين أدى بحث راح أطلعه أنه كلهم كانوا يقولون نحن خلفاء الله ولا يقولون خلفاء النبي وهذه تقريبا كلهم مع عدى عمر بن عبد العزي يقولون نحن خلفاء الله وهذه المسألة حتى حتى موجودة عند الخلفاء الراشدين ولا بد هاي بإلها بحث خاصة أتناوله لاحقا بالمقاييس الإنسانية يقول المقياس الثالث هو شخص أفق ضيق كما قلت أما بالمقاييس الدينية فما كان شخص تقي ولا وراء ولا زاهد بل كان مثل أخيه وأبيه ومثل كل كبار الصحابة مزواجا محبا للمال وجاه ومترفا من عطاءات بيت المال ومستخفا بدماء المسلمين من أجل السلطة وسنرى في الرأي الثاني لمثاق العسر كيف الوثائق التي تثبت بأنه كان يأخذ حصته مليون درهم سنويا عدى المكافأة فيخلص مما استقرأه الوادعي إلى أن لا فارق بين الحسين ويزيد فنحن لو قرأنا التاريخ بموضوعية وعقلانية سنجد هذا الأمر بشكل واضح يوضح أكثر يقول أن الحسين لم يكن ملاكا ولا شيطانا كان شخصا عاديا وابن بيئته بكل بدايتها وأطماعها حتى الشخصية المثالية الوهمية هذه التي قيل لنا عن الحسين لم تعد مثالية بمقاييس اليوم فأي طفل في المرحلة الابتدائية لديه من المعرفة والواء الأخلاقي ما يتجاوز ما كان يمتلكه الحسين من وعي بدائي ونرجسيات قائمة على وهم وراثة السلطة الصورة الرومانسية التي كرستها العمال الأدبية بالتالي حتى الكبار اليسارين والمركسيين العرب أضافة إلى التاريخ المثالي المكتوب تحت دوافع التعصب للعلويين كل هذه رسمت صورة وهمية لمغامر صغير انتهى في أولى مغامراته لأنها كانت أكبر من قدراته ليست كربلاء يختم يقول ليست كربلاء بأكثر من حادث سير صغير أرادت له آليات الدعاية العقائدية والسياسية أن يتحول إلى نهر للدم والفوضى هذا مخلص كلام الصديق حسين الوادعي عنده ملاحظات كثيرة وأعتقد جميعنا لدينا ملاحظات لكن أغلبها هي ملاحظات أنا أيضا من الناس الذين تعاطفت مع ثورة الحسين لكن أنا أيضا عندما سنطلع على المعلومات التي سنقدمها في الجزء الثاني من الحلقة سنرى التاريخ الحقيقي لهذه الشخصية ويعني أحنا لازم نفرق بينما نتلقاه من علوم ومعارف دينية لتاريخنا الإسلامي أو أموم تاريخنا كالشعوب راح نجد بون شاسع بينما غذينا عليه وما تم تلقيننا عليه وبين الحقيقة الآن بدأت الحقائق تتكشف بسبب سهولة الوصول إلى المعلومات هذا الأمر لم يعد خافيا ولم يعد من إمكان أن نداري عواطفنا أو نسير خلف عواطفنا إلى حد إلى النهاية لابد أن تأتي لحظة المكاشفة ونعرف بها الحقائق كما هي أنا أيضا أعتبر أنه المس شيء ثورة الحسين سواء على الصعيد الشيع أو السني هي فيها منطقة حساسة جدا في لا وعينا الديني ولا وعينا الروحي والتاريخي وفي كل المجالات والعاطفي هذه مسألة مهمة ولا يجب أن أوضح بأنني أيضا متعاطف لكن الآن كما قلت مكاننا ليس مكان العواطف إنما مكان البحث العلمي والفكري لإيجاد حلول لمشاكلنا في الغد الذي يبدو ليس سارا لنا الرأي الثاني للشيخ مثاق العسر وهو رجل دين كبير خرج من حياظ الدين وبات يقدم النصوص الدينية من أمهات الكتب واسلوبه وطريقته في تقديم هذا الأشياء أنه لا يتدخل فيها إلا بالتعليق لكنه يستند إلى أمهات الكتب التي لا يمكن الشك في أصحابها وإلا هي من كتب الأصول التي لا يمكن استعاض عنها ولا يمكن قيام الدين بدونها فهو رأيه بقسوة لكن هي مدعمة بشواهد وأدلة وسندات مستندات لا يمكن الالتفاف عليها وهنا المشكلة الكبيرة مع الشيخ مثاق العسر فيقول أن الإصلاح المرجو من الحسين الحقيقي والمذهبي هناك فرق بينهما يقول الحسين الحقيقي ينكح النساء المسبيات في سياق تشريعات جده وسيرته والحسين المذهبي يخرج من أجل طلب الإصلاح في أمة جده هنا يسوي مقارنة بين الحقيقي والمذهبي ويضع شيء مختلف بينهما فيقول علينا أن نعرف بأن سر عدم الاكتراث الآخر المحايد بمصير الحسين ولا أهداف حركته حتى لو ضربنا رؤوسنا بالقامات في شوارع عواصم الدول المتقدمة إنما يعود في جوهره وواقعه إلى محاولات المذهبيين المذهبيين وأسرارهم على التبعيد في قصر حياته على ساعات واقعة كربلاء فقط وهؤلاء يقول أنهم لا يقرؤون المشهد الكامل لهذه الحادثة ولا لشخوصها لهذا يقول أن الآخر المحايد يجد أن ما حصل فيها أمر طبيعي جدا ولم يخرج ولن يخرج عن المألوف الإسلامي وتأصيلاته فعلامة هذا الحزن اليومي وتعطيل الحياة كما نعرف أن في العراق يعني تدوم العزاءات لمدة عشرة أيام بأشكال وألوان مختلفة تغلق فيها الطرق والزيارات وما إلى ذلك فهذا هنا يستشهد بوحدة من المصادر الأساسية اللي هي يقول والإمام الحسين بعد الحسين وأمه شاه زنان بنته يزدجر بن شهريان بكسرة ويقال أن اسمها شهربانو وكان أمير المؤمنين ول حريث بن جابر الحنفي جانبا من المشرقي فبعت إليه بنتي يزدجر بن شهريان بالكسرة فنحل ابنه الحسين عليهم السلام شاه زنان منهما فأولدها زين العابدين ونحل الأخرى محمد ابن أبي بكر فولدت له القاسم فهما ابن ابنته خالة هنا أحدهم يعترض عليه ويقول له كان هذا الحياة واقعية كانت لديهم جميعا جواري ينامون معهن وهؤلاء مسألة ليست طبيعية فقال له كان لوالده ميتاق العسر كان لوالده علي ابن أبي طالب ما يقرب من 20 جارية يروح ويغدو عليهن وكان يذهب إلى السوق ويكشف عن سيقان جواري حينما يشتريهن أيضا كان هذا حج الطبيعي لا أعتقد فيه الساعة حج الطبيعي في ذلك الزمان وأيضا كل حتى الخليفة أمر وابن عبد الله وكثير من الصحابة في ذلك الزمان يقول هنا العسر تحت عنوان بين التوريث معاوية والتوريث الإمامة الأثنى عشرية هنا يقارن بين وراثة معاوية اللي كما نعرف إن المعاوية حينما تولى الحكم بعد اتفاق مع الحسن جعلها يعني كما سموها وراثية وسوى مقارنة بين الأثنين فقال خاطب المؤمنين خاصة من الشيعي قال ربما أنتم وعيكم ساذج يلقنكم بحكاية أن المشروع الإصلاحي الذي طرحه الحسين بن علي وقدم نفسه فداعا له إنما هو استئصال نظام التوريث السياسي المقيت الذي سنه معاوية وفتحوا المجال أمام الشعب الشعب ليقول كلمته يقول هذا أمر حقيقي إنه مسألة يعني ينكر أن ثورة القسين الشهيد هو كانت ثورة ضد توريث الخلافة وإنما أعادتها إلى الناس والذين هم أجدر بها وهذا كلام قال بعيد عن الحقيقة ويستشد بقوله كما نرى وقال فهل أن نظام الإمامة الاثنى عشرية الذي طرحته المنظومة الشعية كان نظاما ديمقراطيا بعيدا عن التوريث والاستبداد بالسلطة وحصرها ببعض الأولاد والأحفاد من بيت خاص أم هو لا يرغم عموم البشرية بمختلف ألوانها وألسنتها وفي طول عمود الزمان على إطاعتهم والتسليم لأمرهم بل يمضي أكثر أن هذا النظام يجوز وضع كل ممتلكات الناس تحت اختيارهم دون قيد وشرط فالأرض وما فيها لهم ولم يخلق الله الكون إلا لأجلهم حسب قوله هنا يتحدث العسر مع المؤمنين فيقول لهم دعوا عنكم من دفاعات العاطفة وتركوا دموعكم جانبا واستردوا أقولكم لكي تفكروا بها إنما كان الحسين هو جزء لا يتجزأ من المشروع الإسلامي الذي طرحه جده الرسول وهذا نفس المشروع لسار علي الخلفاء بما في ذلك أبوه علي أيضا وهو نفسه شارك في تعميده وتطويره وتنفيذه وشاركه أيضا واستفادته كذلك من ممارسات الغزو والسلب والنهب والسبي والاستعباد والاغتنام المعروفة وبالتالي عليك أن تصدق بأن ما يسمى بالإصلاح الحسيني الذي يصور لك تحول الدنيا إلى جنان حالمة فور استلام الحسين للخلافة إنما هو مجرد كذبة ولدت لاحقا لتبرير اختيار الحسين القتل بهذه الطريقة التي كان بإمكانه تجنبها تجنبها وحصرها في نفسه فقط ويختم بعبارة أنه احترام عواطف الناس لا يحرم نقد مرتكزاته بمعنى أنه أنت تحترم عواطف الناس ما معناته أن هذه الأشياء التي يمارسها الناس لا يحق لك نقدها بمعنى من حق الجميع أن يمارسون عاداتهم وصلواتهم وضقوسهم وشعائرهم طالما هي ما تسلب حق أي إنسان آخر لكن هذا ما يمنع من نقد أسس هذه العادات والتقاليد والشعائر وعرض أصلها وتاريخها الحقيقي وأيضا توضيح أهدافهم فهذا أمر يقول حسب تعبير العسر يعني حدث هذان بحثان بحثان منفصلان مستقلان يجب عليك أو علينا جميعا أن نروض أنفسنا لتفهمهما وتثقيف الناس عليهم وتتدبر وكل منا يتدبر بعدها كثيرا كثيرا والله من وراء القصد هنا أنا أستذكر علي شريعة قال أن هناك روايات هذه اللي يتحدث عن الحسين وما لذلك يعني الصاق النسل قال بأنه قضية أنه ولادته من ابنة كسرة أو يعني اتزوج من ابنة كسرة فقال هاي حكايات غير علي شريعتي الحكايات غير صحيحة العسر قال لا هذا كلام ما لعلاقة هذا كتب يعني مصادر مؤتبرة ودقيقة ذكرت هاي الأشياء وقال بأن علي شريعتي لا يفهم في مثل هذه الأمور إنما هو مجرد يعطي آراء توفيقية بطريقة أو بأخرى قبل أن أطرح رأيي الخاص ناخد جولة على بعض الأشياء اللي نشرها الشيخ العسر قال إنه هنا الحسين يكتب رسالة شديدة اللهجة إلى خليفة زمانه معاوية والأخير رغم التحريض يتجاوز ويصفح وتستمر مع هذا صلاته له في كل سنة مليون درهم عدى العطايا والهدايا العينية المتنوعة الأخرى المصدر كما أمامكم هنا يأتي العسر بمصدر من بحار الأنوار المشهور للكليني ويقول بأن الحسين بن علي يسلب قافلة فور خروجه من مكة قاصداً لإراق ويستولي على كافة مجوهراتها ويعني يفسر هذا الموضع يتبره مثلبة بمثالب أو تعبير عن شخصية الحسين التاريخي هنا يستشد بمصدر آخر من وسائل الشيعة للعامل الحر العامل هو المصادر الأساسية يقول أن الحسين كان يستلم مليون درهم سنوياً من معاوية من الغنائم والأتاوات فهل كان سيرجعها إلى أهلها حينما يكونوا خليفة؟ يعني بأن هذه الأتاوات والغنائم هي مأخوذة من الناس قهراً فبالتالي أن الحسين عندما يستلم السلطة سيعيد يعني سيحقق هذه الإصلاحات اللازمة ويعيد الحقوق إلى أهلها ويعوضهم هنا تساؤل فيه نوع من يعني لكم أن تفسروا ما يقصده الرجل وهنا العسر يأخذ مصدر مهم جداً يقول بها أن الحسين لم يكن هدفه للإصلاح بالعكس كان الرجل يبايع محاوية ويرفض الخروج ضده وهذا المصدر هو الإرشاد أيضاً مصدر آخر نشوفه شي يقول هذا قريناه بس هذا مصدر آخر يقول بأنه المفيد ومن أكبارة أكبر مصادر الشيعة ما أن مات معاوية حتى بادر الحسين لطرح نفسه للخلافة ودعا لزعامته وأفتى بجهاد وخرج للأراق للاستنصار بشيعته ويذكر هذا المصدر للعسر بالاستشهاد بأنه لم يخرج كمشروع استشهادي من أجل إحياء ضمير الأمة كما يرى العسر ولكنهم خرج طمعاً بالخلافة وكل ما فعله هو خرج إلى الكوفة لإستلام القيادة والزعامة والاستقرار فيها وهذا السبب الذي جعله يأخذ معه عائلته بأكملها هنا يقدم أثباتات العسر على أن خروج الحسين الإمام الحسين كان لم يكن بهدف الاستشهاد ولا أنه مشروع استشهادي معاد سلفاً إنما الرجل خرج لكي يطالب الخلافة وقال هنا بأنه طلب من وجهاء البصرة مبايعة ونصرته وأنه يبلغهم بأن الخلافة وقيادة الناس حقه المسلوب منه ويجب إرجعه طبعاً وفعلاً هناك اتفاق بين الحسن ومعاوية على أن يقول الأمر إلى الحسين الحسن أو الحسين بعده هنا يواصل العسر تقديم شواهد على أن خروج الحسين كان يهدف إلى الإصلاح لكن على أي طريقة هنا يستشهد بالفتح الباري لصحيح البقاري لأبن حجر العسقلاني وهو من أمهات ومصادر كتب الإسلام سواء البخاري أو الأبن حجر العسقلاني الذي شرحه فيقول كان الرسول يباغت الآمنين فيذبح رجالهم ويسترق أطفالهم وينكح نساءهم فهل أراد الحسين مما يسمى بأهداف ثورته إعادة سيرة جده وتطبيقها وامتثالها أم أنه أراد شجبها ونشر الإسلام عن طريق الإقناع والورود والأتدار عما مضى وتعويض المتضررين هذه الغارة على بني المستلق وكانوا هم نائمين وفي هذه الغزوة كانت جوارية بحدة من زجاجات الرسول أطلق سراحة أو عتقها على أن يكون صداقها هو أن تكون من حصته أو زوجته وطبعا جوارية من جميلات العرب وكانت شابة بالخامسة والعشرين من عمرها نذكرهم وهذا مصدر الذي يذكر بأنه كان الإمام علي يكشف عن سيقان الجواري والحسين يعني يتساءل ماذا يفعل حسين بعده هنا يتحدث عن مقتل مسلم بن عقيل فيقول بأنه مسلم ظل طريقه إلى الكوفة ومات الدليلان معه عطشا فراسل الحسين وطالبه بأفائه من المهمة لكن الحسين يصفه بالجبان ويصر على أنه يذهب إلى وجهته بغض النظر عن رفضه فيقول له فقد خشيته أن لا يكون حملك حملك على الكتاب إليه في الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له إلا الجبن فأمضي لوجهك الذي وجهتك له والسلام يعني قل لا مجال لتراجع أنت مرغم على إطاعة أمري هذا مصدر من الأخبار الطوال ومصدر مهم جدا ملدي نوري وفيها أشياء كثيرة جدا طبعا قليل يستشهدون بي لأنه كثير من أمور التي تغيب عن يعني أنصح الكثيرون بقراءة هذا الكتاب المصدر مهم جدا وفيها أشياء غير مذكورة بالمصادر الأخرى هنا يصف حسين المسلم بن عقيد بالجبان والفاشل فنفس الفكرة تقريبا هنا يقول مسلم ينزعج من وصف الحسين إياه بالجبان وإصراره على مواصلة الطريقة ويتحرك نحو الكوفة ليثبت له العكس هنا كما قلنا نفس الفكرة لكنه هنا يحاول أن يقول يثبت بأنه فعلا كان يريد انسحاب من هذه المهمة لكن هناك من كان يدعي بأن هذه الأخبار غير دقيقة وكانت مجرد محاولة من بن عقيد لمعرفة رأي الحسين بمشروعه وهنا يؤكد بأن زعيم المذهب الشيخ المفيد يقر بصحة رواية التوسل المسلم ووصف الحسين إياه بالجبان وهنا أيضا شريك يصف مسلم بن عقيد بجبان الفاشل وهذا المصدر إخبار الطوال الدينوية كانت خطة لقتل زياد بن أبيه لكن تراجع عنها مسلم وأفسد هذه الخطة هنا هذا خبر استغربه جدا وهنا محمد الصدر وهو آية الله محمد الصدر اللي هو يصير عم المقتدى الصدر يقول بأنه أنه يعتبر محمد الصدر بأن هذه الثورة كثورة الحسين هي تحمل مصالح خاصة لا طريق لاكتشافها إلا المعصوم معنى المعاني يقول لا ينبغي أن نتبع هذه هذه الثورة لأنها الثورة لا يجوز تقريدها وأنما هي مجرد يعني للعضاء وخاصة بالمعصوم فقط وبالتالي إنها ظروفها خاصة فقط لأن المواجهة مع فقدان العدة والعدد هو انتحار محرم لا يجوز الإقدام عليه بل ربما يحمل أضراراً أكثر فداحة من الصبر والتحمل كما تحملنا ولازمنا بسبب ذلك هنا في مجمع البيان في تفسير القرآن للمسعودي هنا هنا طبرسي قصدي هذا يقول قاتل حسين لأنه كان يظن أنهم لن يقتلوا باعتباره هو السبت الرسول أيضاً هنا هناك موضوع أنه رواية أبي مخنف هناك لدى الشيعة هناك كتاب رواية أبي مخنف فيها اختلاف عن رواية التي ذكرها الطبري في تاريخه وهنا يستشب يقول أبو مخنف أن ابن سعد فرحه حينما رأى أن الحسين لا يريد الغتال لكن المشكلة أن زياد بن أبي أصر على مقاتلة الحسين لكن حسين كان على استعداد لأن يذهب إلى ابن عمه بعبارة رواية الحسين في حواره مع ابن زياد قال له فابن زياد أصر على أن يبايع اليزيد في حضوره بدلاً من الذهاب إلى يزيد الذهاب الحسين إلى يزيد بنفسه كما ترون في هذا المصدر اللي هو التاريخ الطبري هذا أبو مخنف مع عليه جمهور المحدثين أن الحسين اخترح في مفاوضاته الأخيرة أن يقبلوا بذهابه إلى يزيد ليضع يده بيده ويرى فيه رأيه هذا المصدر الذي تراجع في الساعات الأخيرة وأبن زياد يرفض هذا اللوامع الإلهية في المباحث الكلاميه هنا يوجز العسل رأيه في الموضوع يقول الحسين هو الأفيون الذي يكون تقليده انتحاراً حينما نسأل أي فقيه يتقن أبسط أدوات صنعته عن جواز مواجهة آلاف الأشخاص المدججين بالسلاح بمجموعة قليلة لا تتجاوز العشرات فسيكون جوابه واضحاً هذا انتحار لا يجوز وحينما نحدث ونقول له أن الحسين أقدم على ذلك وصدعتم رؤوسنا ليلة نهار ومنذ قرون بأن أقدامه على ذلك كان لإحياء ضمائر الأمة الميتة فسيتملس ويذهب يميناً وشمالاً حسب تعبير العسر من أجل الهروب من الحقيقة والتعمية ليخلص أخيراً إلى القول أن للحسين تكليفه الخاص به ولا يجوز تقليده في ذلك خلاصة موقفه يقول من هنا نعرف أن الحسين بصيغته المذهبية المعروفة إنما هو بقرة حلوب توظفها جميع الأطراف المتناوئة لشحث همم قطعان جماهيرهم وتحركها بأي صوب تريد وهو أبضل أفيون ناجع ومؤثر وطويل الأمد بحيث ينسيك كل آلامك ولا تكتشف إلا لها حتى موتك يوماً بسببها دون علاج أما التكليف الشرعي فلا يجوز تقليده فيه فتأمل كثيراً ولا تندفع والله من وراء القصد والآن ناخذ فاصل الآن أطرح رأيي الخاص وهو رأيي مختلف تماماً إلى حد بعيد جداً عن رأيي الصديق الوادعي وأيضاً الشيخ العسر أنا رأيي أنه لا يقوم على تهشيم الصورة التي رسمناها عن الإمام الحسين بل عن نقد هذه الصورة نفسها الصورة الموجودة لدينا حالياً فهي ما كانت في أفضل صورها صورة جيدة يعني أنا أعتبر هي الصورة التي وصلتنا عن طريق يعني الصورة الجيدة التي في أفضل صورتها هي هذه الصورة الحسين التاريخي أقصد المذهبي وليس التاريخي هذا الذي حفظ في رؤوسنا وتعاطفنا معه هذه الصورة بحل ذاتها لم تعد تنفعنا ولا تقدم لنا أي أضاء أو موأضة أو شيء ينفعنا في المستقبل هي مجرد محاولة لاستعادة ذلك التاريخ بكل ما فيه من تخلف وقصور ثقافي وإنساني في جميع المجالات نحاول أن نستعيد ونقول بأن هناك حدثت أخطاء وصراعات بين الحق والباطل بين المعروف والمنكر بين الحاكم السيء والحاكم الجيد وهذه كلها القصص هنا ما نحتاجها أصلاً هي الموضوع بأكمله مختلف تماماً صحيح مثلاً نحن نبدأ نقول أن الشعوبنا كانت دائماً بحاجة لنموذج ثوري يعبر عن غضبها وإحساسها بالظلم بسبب الحكام وكان الحسين بالتالي هو والإمام علي من أبرز هذه النماذ ففيهم فيهم معظم المميزات المناسبة لذهل الناس في ذلك الزمان لأن يكونوا لماذج ثورية وهذا الأمر نفس يعني جعلنا حتى في القرن العشرين خاصة وحتى اللحظة هذه جعلت ثورة الحسين تختلط بالأحلام اليسارية التوباوية ويعني كما ذكرت في البداية أنه معظم الشعراء العرب أو ذكر الوادعي أنا أيضاً أضيف بأنه معظم الشعراء العرب كتبوا عن ثورة الحسين وخاصة أمل دنقل وصلاع عبد الصبور أيضاً وحتى عدم مسرحية أتذكر فهذه وأدونيس أيضاً كتب عن هذه الثورة واستلهمه من أجل كثير من الأشياء وتبروها يعني هي رمز لرمز شعري من هنا ألصقت بما قام بحسين أبارة الثورة وهذا مصطلح حديث مفهوم حديث يعني استخدمناه إلى حد أنه أصبح مفهوماً مهترئاً من شدة استعماله وأطلق على كل شيء تقريباً يعني مجرد تطلع مظاهرة قالوا ثورة سواء القلاب قالوا ثورة الثورة بالحقيقة شعوبنا بأكملها لم تقم بثورة أنا أعتقد الثورة الحقيقية الوحيدة يمكن ثورة المصريين عندما أسقطوا محمد مرسي يعتبرها ثورة لكنها كانت ثورة خالية لم تتضح يعني لم تصدر عن وعي كافي لكي تتحول ويتم تطبيق هذه الثورة إنما عادت الأمور إلى يعني يعني راحة رجال الدين تركوا الساحة وألقوا الكرة إلى العسكر وهكذا العملية متواصلة فأحنا ما زلنا كما قلت إنه بالصورة الحسين التاريخية أو صورة الحسين الحقيقية أو التاريخية الحقيقية أو صورة المذهبية إحنا بالحالتين هذه الصورة ما تفيدنا اللي يفيدنا فقط هو أن نعالج أمورنا بطريقة علمية وهذا هو سلاحنا في فهم هذا العالم الآن والتعامل معه وشق طريقنا في المستقبل حتى نفهم هذا العالم إحنا ما نحتاج أن نحمل سلاح السيوف التي هي اللي جعلتنا نستولي على هذا العالم ونستولي على البلدان ونفتح الأمم ونستعمر هذه الشعوب ونسبي نساءهم لا نحتاج أن نغزو العالم بالعلم بالثقافة بالوعي بالتلاقح مع الأفكار والتفاعل مع كل تطورات التي تجري في جميع بلدان العالم هذا هو هذا هو السلاح الأساسي الذي يجب أن نتأبطه ليس شرا إنما نتأبطه علما وخيرا وانفتاحا وتسامحا وثقة بالآخرين و يعني الخروج من هذا العالم المغلق الذي وضعنا أنفسنا فيه وحتى تحدثنا عن الحسين المذهبي على سبيل المثال واتحججنا بيقولنا مثلا هو كان رجل يبحث عن الإصلاح خرجت لإصلاح أمتي كما يقول فهو كرجل ما كان ممكن أن نبحث عن نموذج أكبر مع احترام الشديد واحترام العواطف الناس حول الموضوع ممكن كان ممكن أكبر شخصيات أهم بكثير من حسين الحسين كان مرة واحدة خرج وفي يعني كان عمره 60 سنة خرج وكما رأينا كان الخروج لأجل السلطة وليس لأجل شيء آخر وهذا أعتقد لا يختلف عليه اثنان إلا من هو يعني متعاطف أو لا يتحدث بطريقة عقلانية مثلا نجي عليه شخصية عمار بن ياسر نجد عمار بن ياسر شخص قاتل من طفولته وأمه أيضا راحت شهيده وهذا الرجل أيضا بقى فقير ولم يجمع الأموال كما فعل الآخرون دافع عن الإسلام ودافع عن الرسول وكان من أخلص الناس إلى الرسول يعني هو من حماته يعني أيضا اليمين كما يقال أيضا اليمين العمر وكان أيضا اليسار هو أو حمايته مدافع الرئيس عنه هو من عمار بن ياسر هذا الرجل بقى قاتل وشارك بجميع الغزوات وأم قتلت بسبب هذا الموضوع قتلها أبو جهل لكن أيضا حتى هو شيخ حارب في صفوف علي ضد معاوية وقتل وقال معاوية صارت مشكلة حديث الرسول أنه تقتله الفئة الباغية فالمعاوية وجد حلا وقال أنه من أخرجه هو الذي قتله هذا الرجل كان يعني شخصية حقيقية فعال الحسين لا يقترب مما فعله عمار من أجل إسلام ولو يعني لا أبسط الحدود أيضا هناك أسماء كثيرة مثلا الناس تاروا في الكوفة حتى الخوارج خوارج تاروا ضد الاضطهاد وضد السلطة الغاشمة وقالوا أن الحكم لله ومهما كانت ارتكبوا مجاجر هائلة لكنهم كمشروع كان مشروع منطقة بنوع من الديمقراطية بيردو يعني كان أنا أستغرب أحيانا من أقرأ منطقهم وقرأ كتاباتهم أستغرب هذا المنطق في ذلك الزمان الذي يرون فيه أن لا حاجة للملكية ولا حاجة لتوريط الحكم ولا حاجة لأن يحكم الناس تحكم الناس عائلة أو سلالة يقول لا الحكم لله وأي واحد يجي جدير بالحكم هذا عمل هذا ما موجود حتى القرن الحالي هذا شيء فكرة عظيمة لكنهم ما عرف مجازرهم التي الهائلة التي ارتكبوها يعني شيء غريب لا أعرف كيف لم أصل إلى شيء مشترك لكنني لم أتعمق كثيرا بالموضوع بصراحة لكن الشكل العام عن الحكم لله معنات الحكم للناس والله هو رمز الجماعة رمز الأمة رمز الوطن مثل العالم الذي نرفعه فقلك الحكم لله خلاص وهذا هو الشريع الأساسي وليس للأشخاص ولا حتى للصحابة هؤلاء ثاروا في الكوفة سنوات 43 و52 و58 هجرية وأيضا بالبصرة سنة 45 وبالأهواز ثاروا قبل ثورة الحسيني بسنتين وبالبحرين بعد ثورت بحدود عشر سنوات طبرستان أيضا ثاروا وثوراتهم مستمرت حتى قبل سقوط الدولة الأموية حتى سنة مية مية وخمسة مية وعشر الذكر هذه كانت ثورات حقيقية أيضا عندما نجا على ثورة الزنج هذه ثورة هائلة ناس تاروا بالملايين كانوا مستعبدين مساكين وتاروا لسنوات ضد الناس الذين ظلموهم وذول الإقطاعين أو كانوا دمروا حياتهم في هذا وهذه الزنج تحتاج حلقة كاملة تناظر ما قام به ثوار الباستيل في باريس سنة 1789 ثورة الفرنسية هذه تقريبا تناظر ما فعلوها سواء على مستوى الأسباب التي دفعتم من الثورة أو على مستوى المطالب التي تقدموا بها عندما نقرأ ما فعلوه وطلبوه رغم التشويه التشويه التاريخي لما فعلوه لكن تجد بينها بين الأبارات تجد أشياء واضحة أنه ناس قدموا شيء ممتاز ومنؤتهم أيضا القرامطة القرامطة رغم المذابح التي قيل عنها لأنهم تجد عندما تراجع ما فعلوه في البحرين كانت حكومات دموقراطية ويتشاركون في كل شيء في الأكل في الطعام في الأملاك حكومة الشوائية صرف يعني نظام مستمر ليس يوم ويومين إنما سنوات وهؤلاء يعني لكن تلاحظ أنه أفكار ممتازة في ذلك الزمن وفي الجانب الآخر تجد أتموحشية غير طبيعية وهذا ما أعلم ما هي الحقيقة لا نعرف هؤلاء يبدو أنه تاريخ طمس دورهم أو الطمس الكثير أو الجاه يعني بالنتيجة كل كتب التراث تجاهل الثورة الزنج لحد هذه اللحظة نجاهل هذه الثورة العظيمة التي قام بها ملايين المظلومين واللي سبقت ثورة الثورة الفرنسية بثمان قرون وكان ممكن أن تكون نموذج يعني يحرك يعني النموذج يستند له المظلومون في عالمنا العربي الإسلامي الذي جاء المتنعم بنعمة الإسلام كما يقول البعض بالمقارنة كان ممكن أنه هذه الثورة الفرنسية اللي صارت منار يعني شيء نموذج للحرية وكرامة الإنسان في أوروبا وانتدت أفكارها حتى لدول أخرى العالم كله الآن أقر بحقوق بالأشياء الشعارات التي رفعتها الثورة الفرنسية أختم وقول ما يهمني الآن هو متهشيم الصورة اللي رسمناها عن الحسين يعني شخصيا أنا قدم القراءة للآخرين مقراءة الخاصة لكن هذه قراءة وقدمت قراءة الوادي وقراءة العسر لمشهد أو ثورة الحسين واللي هي أيضا ممكن تشمل تاريخنا بأكمله لأنه هو نموذج اطلالة على هذا التاريخ والحسين يمثلها ويجسدها بطريقة وبأخرى منذ 1400 عام اللي أنا بالنسبة لأنا ما أقول إحنا نريد نهشم هذه الصورة أصلا إحنا هذه الصورة بأكمله سواء صورتها التاريخية أو المذهبية أو الإيمانية والدينية هاي كلها إحنا هذه الصورة ما نهتعد بعد العام لم تعد مفيدة ولم تعد تقدم لنا أجوبة لمشاكلنا الراهنة علينا بالعكس نفكك هذه الصور بجميع أشكالها ونحاول أن نخرج الشباكها التي تحيطنا يعني الشباك هذا الرؤية الدينية للعالم والأشياء يجب أن نرفعها عن جسدنا وعن روحنا وعن أفكارنا وعن أقولنا هذه الشباك عن كبوتية التي تغلغت داخلنا إلى حد جعلنا مرضى ولا نستطيع التفكير بمأزل عنها علينا أن نتخلص منها تباعا حتى بعد ذلك نرى طريقنا على الأقل نرى ماذا يجب أن نفعل لا يصح أن نبقى دائما أسرى ماضي صنعته أقوام وشعوب مختلفة عنا تماما في كل شيء مختلفة بالأكل بالشرب باللبس بالحياة بالتفكير بالمعرفة لا يؤقل أن إنسان القرن 21 يجري يقتدي بمجموعة بدو وأقوام تأيج في وسط الصحراء جوعانة عطشانة 24 ساعة وبالكاد يجدون لقمة يأكلونها وبالكاد يفكون الحرف أو لديهم كتاب أو لديهم يعني هذا لا يؤقل أي إنسان عاقل لا بد أن يستجيب إلى هذه المسألة أو يرفض من يدعوه لهذا الشيء نعرف كثيرين الناس أغلبها مقهورة مستعبدة وبسبب أنه يعيشون في وسط الاجتماعي يجبرهم على التماهي مع الأخطاء التي تجري حولهم لكن هذه الأخطاء بكل إنسان يستطيع أن يفعل شيئا في مقاومتها على الأقل لا ينقلها على محيط القريب على أولاده على عائلته ويحاول يتخلص منها بطريقته وأقول بأنه دائما السلطة هي شنو السلطة هي سلطة كلمة السلطة ليست لا تمارس العنف السلطة نحن من نمنح الآخرين السلطة يعني عندما السلطان من أين تأتي سلطته لا تأتي إلا من تعيدنا إلى واستمعنا إلى لكن عندما الشعوب تختار طريقة وتختار وتجد أن من منحته السلطة لا يستحق هذه السلطة تسحبها منه حتى إذا كانت تخاف من بطشه ومن جبروته تجد لديها طريق عشرات الطرق لإحباط عمله وإسقاطه بطريقة أو بأخرى ما نريده من كل هذه الصراعات التي الدور حول السلطة عبر تاريخنا الطويل 1400 سنة الشعوب لا يوجد غير موضوع السلطة لكن لا يوجد شيء آخر الكرسي والعرش والسلطة والسلطان الشعوب لا يوجد موضوع غير السياسة وتتابع الأخبار 14 ساعة فقط السلطة لا يوجد موضوع ثاني لا يوجد الدين والسياسة لا يوجد أي شيء آخر نريده 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 لن نريده نريده مرتبطة نريده مرتبطة بالإنسان بحقوقه بحاجاته بمتطلباته بطريقتنا بكل ما يلزم لتطويره نريده 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 موضوع السلطة موضوع السلطة هي موضوع السلطة نريده نبني الإنسان ليس نبني السلطة الإنسان عندما نبنيه هي السلطة هذه وظيفته السلطة وظيفة وليس غاية نريده نخرج من صراعات العقيدة والنصوص المقدسة من هذه الصراعات العقيدة والنصوص المقدسة إلى صراعات الحضارية والعلمية والإنسانية القائمة على أسس الحوار والتفاهم والتعاون والتسامح وإلا ماذا جنين حتى لو واحد يعترض عليه شن اللي جنيناه من صراعات يعني استمرت من يوم السقيفة مرورا بالفتنة من الأثمان إلى أيام كربلا وبعد ذلك حروب أمية والعباسين بين أمية والعباسين والأثمانيين وكل الأساطير والخرافات اللي نتجت عن هذه ودفعنا جراءها الأمرين ما جدوى أن نقف إلى جانب هذه الصراعات من أجل السلطة مهما كانت مسميات الذين قاموا بها المقدسة هذه الصراعات كلها كان الأدات فيها هو الإنسان هذا الإنسان الذي ذبحه وقتله وجزره ودمرت دمر كل شيء فيه وجعلوه مجرد أدات تستخدم لكي يصحوا إسلامها بعد ذلك أو أي تصح عبوديتها يعني أنت عندما تستعبد هذا الإنسان أو تجعله تقول عليه الصحة إسلامه معناة الصحة تعبوديته هذا المعنى الحقيقي الواقعي عفولة من فكرة الله الله هو من يمثله هو الحاكم الحاكم بأمر الله هو هاي الحقيقة أما أن نضع حالة القداسة على هاي الملاحم والفتن فهذا لا يحجب حقيقة أنها كانت صراعات دموية وغير أخلاقية على السلطة ومن العار على ابن القرن الـ 21 أن يقيم حياته ومستقبله عليها الخلاصة ما قام به الحسين لم يكن ثورة هدفها الإنسان إنما الحكم والسلطان والترويج لها ما زال أيضا الذين يروجون لها لحد هذه اللحظة ما زال من يروج لها ما زال يطمح للهدف نفسه أي السلطة والحكم والمال وهذا اللي جعل ثورة حسين المخترعة والتي رسخت في قلوبنا مع العاطفة برغم عواطفنا الجياشة إزاها لكن جعلت هذه الثورة بقرة حلوب تدر الملايين سنويا على رجال الدين والغريب إنه من يزور إيران الشعية الآن لا يشت قوس مماثلة لما يجري في العراق ولبنان وهذا أمر له دلالة أترك لكم تحليلها ومعرفتها ألف شكر وآسف على الإطالة مع السلام